عندما اصطفى الله تبارك وتعالى أهل القرآن الكريم حتى عند دخولهم للجنة وبحسب مهارتهم لقراءة القرآن اختار لهم أصدقاء ومصاحبين فقد قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة من هم السفرة الكرام البررة هم الملائكة فهم الذين سيكونون مصاحبين لالماهر بقراءة القرآن طيب والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران فتخيل إذا كنت ماهرا بقراءة القرآن فأنت مع الملائكة وأما إذا كانت قراءة القرآن عليك شاقة فالله تبارك وتعالى هو الكريم يعطيك بدل الأجر أجرا شكرا ترجمة نانسي قنقر